مثال آخر على ثانيا ويحل متبينة من الدرجة الثانية في متغير واحد المثال قدامنا بيقول x تربيع زياد x زياد واحد أكبر من إصارة الصفر هنا الحدود كلها متجمعة في الطرف اليسار ودي من الدرجة الثانية x تربيع زياد x زياد واحد لو جيت أحلل هذا المقدار ألا إيه ما يتحللش؟ ألا إيه ما يتحللش؟ ليه؟ لأن الاي اللي هي معامل x تربيع بواحد البي اللي هي معامل x بواحد السي اللي هي الحد المطلق بيساوه لو جيت عوض في المميز اللي هو بي تربيع ناقص 4A C هلاقي الكلام ده عبارة عن بي تربيع بواحد ناقص 4 في A في C تيب 4 يبقى الكلام ده هيساوي الجزر التربيع لناقص 3 ده ملوش حل ليه؟ لأنه ما ينفعش جزر تربيع لسالب إذن هذه الدلة هذا التعبير x تربيع زياد x الواحد ملوش قيمة لx تخليه ساوي صفر ما فيش قيمة لx تخليه يساوي صفر وبالتالي إذن السالب دي اليساوي دي مفروض ما تكونش موجودة خلاص؟ طيب طب ايه الحل بقى؟ الحل او المعنى بتاعت ان هي ملهاش جزور او ملهاش حلول يبقى الطرف اليسار ده يا اما دائما موجب يا اما دائما سالب طب اعرف ازاي ان هو دائما موجب او دائما سالب؟ تعال اختار اي عدد اختار اي رقم لx لو الx مثلا بتساوي اثنين يبقى ده هيقدي لاثنين تربيع زائد اثنين زائد واحد هيساوش اربعة زائد اثنين زائد واحد هيساوي كام؟ سبعة السبعة دي موجبه يبقى دايما دايما الطرف ده هيكون موجب الطرف اليسار ده هيكون موجب يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو رسمت خط اعداد كده اللي هو بادئ من سالب ملا نهاية الى ملا نهاية وجد هدر شرط المقدار ده هلاقيه دائما وابدا موجب يعني مثلا لو خدت عند الصفر لو خدت x بصفر هيبقى صفر تربيع بصفر زائد صفر بصفر زائد واحد بواحد موجب لو خدت عند السالب اي عدد سالب اربعه واجمعه على نفسه وازود عليه واحد لازم هيكون موجب طيب اذا المسألة دي مقسمت لش لفترة الخط اعداد لفترات بقت فترة واحدة بس وبالتالي يبقى الفترة دي ياما كلها معايا ياما كلها مش معايا على حسب علامة التباون هنا مالها اكبر من الصفر يعني موجبه طب قول هنا نتج ايه موجب يبقى الفترة دي كلها معايا يبقى الاكس بتاعته بتنتمي للفترة من سالب ملا نهاية الى ملا نهاية اللي هي مفتوحة من نهايتين اللي هي مين اللي هي احنا قلناها قبل كده ار يبقى الحل بتاعي ها هو جميع الاعداد الحقي ار لو خدت اي قيمة وعطت بيها المتبينة دي اللي فوق دي هتفضل صحيحة